السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طالبات وطالبات وأولياء أمور الصف الأول الإعدادي إن شاء الله امتابعين مع بعض المنهج وامتابعين مع بعض حل الإختبارات من الكتب الدراسية المختلفة كتاب جيم كتاب بايبيت كتاب المعاصر وفيديوهات موجودة على القناة بإذن الله ناخد مع بعض الوقت الأختبار رقم 14 باني سويف كورن ريت محافظة باني سويف من كرص المعاصر بداية من صفحة 73 أول سؤال معي خاص بي لسنين أول سؤال الخاص بي الاستماع listen and choose إذا كوربت أنصر اختر الإجابة الصحيحة استمع واختر الإجابة الصحيحة بيجيب لنص استمع إلي جيدا وابدأ إن أنا أجاوب على الأربع أسئلة اختيارات listen to me اسمعوا لي كده النص بتاعنا بيقول my school is near my house مدرستي أريبة من بيتي I got school bye bye بروح للمدرسة بالدراجة I arrive at my school بوصل لمدرستي on time في الوقت المحدد my journey to school رحلتي للمدرسة is healthy بتكون صحية طبعا لأنه بيستخدم وسيلته الدراجة وسيلة صحية فهو هنا بيقول أنا رحلتي للمدرسة بتكون healthy بتكون صحية أبدأ إن أنا هنا أجاوب على الأسئلة نص الاستماع سهل جدا وأول سؤال معايا بيقول لي هنا إيه where is your school where is your school يعني أين مدرستك مدرستك فين هنا قال له it's not my house بتكون فين فين بقى من بيتي طبعا بتكون قريبة يبقى it's near my house بتكون قريبة من منزلي بعد كده بيقول هنا السؤال الثاني how do you go to school how يعني كيف إزاي أن أنت بتروح للمدرسة وسيلتك إيه bye bye بالدراجة أنا بروح للمدرسة بالدراجة when do you arrive at your school وين يعني متى متى تصل إلى your school مدرسك بتوصل لمدرستك إمتى طبعا on time on time يعني في الوقت المحدد يعني بالضبط كده في الوقت الإيه المزبوط رقم أربعة how is your journey to school how is your journey يعني journey اللي هي الرحلة رحلتك للمدرسة إزاي يعني وصفها لكده طبعا بتكون رحلة healthy بتكون صحية لأنه بيستخدم الدراجة وهو ريح المدرسة السؤال الثاني complete the following dialogue أكمل الحوار التالي أول صدر بيكون مهم جدا بيعرفني المحدد سبتتكلم عن إيه أحمد is asking نبيل about his family أحمد بيسأل نبيل عن عائلته يبقى الحوار ما بين أحمد ونبيل أحمد بيقوله where do you live نبيل where do you live يعني أين تعيش طب أنت بتعيش فين نبيل رضي عليه أحمد قاله have you got any brothers or sisters هل عندك أي إخوة ولاد أو بنات هنا نبيل رضي فأحمد بيسأله نبيل قاله he is called علي ده اسمه علي فهو عنده أخ واحد واسمه علي أحمد بيسأله نبيل قاله yes I play football أيوة أنا بلعب كرة قدم فأحمد هنا بيقوله are you good at playing football good at يعني جيد فيه بيسأله هنا هل أنت جيد فيه لعب كرة القدم يبقى هنا محدد ليش مكان معين فلما هنا أحمد بيقوله where do you live أين تعيش ممكن نقوله مثلا I live in Giza يبقى يوها تحول إلى I وأي معها الفعل في المصدر في المضارع هنا هيقوله I live أنا بعيش in Giza أي مكان لأنه محدد ليش كده مكان محدد في المحدث لازم أقرأ المحدثة على بعضها عشان أفهمها أحمد بيقوله have you got any brothers or sisters عندك أي أخوات ولاد أو أخوات بنات طبعا بيقوله هو اسمه علي يبقى يقوله أنا عندي أخ واحد يبقى هيقوله هنا have you هتبقى في الإجابة you هتحول إلى I I have got يعني أنا عندي I have got يعني أنا I have got يعني أنا عندي one brother أخ واحد one brother أنا عندي أخ واحد لأنه هنا في بقية المحدثة بيقوله ده هو اسمه علي يبقى عندي أخ واحد وهو اسمه علي طبعا هنا أحمد بيقوله اسمه إيه لأنه بيقوله he's called علي يدعى أو يسمى علي يبقى what's he called ماذا يدعى أو ماذا يسمى what's he called ماذا يدعى أو ماذا يسمى قاله ده هو هنا اسمه إيه اسمه علي أحمد بيسأله علي هنا أو نبيل قال له yes I play football أيونا برعب كرة قدم يبقى السؤال هل تلعب كرة القدم يبقى عندي هنا هنهزف yes وهنجيب عندي هنا الفعل في المصدر هيبقى هل يعني do وعندي هنا أي في الإجابة هتطلع لي في السؤال هتبقى you وبعد do you عايز الفعل في المصدر play نكمل يبقى do you play يعني هل أنت تلعب فوتبول كرة القدم قال له أيوة أنا بلعب كرة القدم yes I play play football هنا أحمد بيقول له are you good at playing football طبعا هو بيلعبها أكيد هو جيد فيها يبقى هيقول له yes نعم وعندي هنا في السؤال are you هتنزل في الإجابة هتبقى you تحول إلى I و I معها I ونختصرها I am yes I am أيوة أنا جيد في إيه في لعبة كرة القدم نجي بعد كده جزء reading القراءة reading comprehension قراءة القطع وجيب لي كده قطع عن ألس و أرض العجائب وده كان عندنا في جزء reading في المنهج في جزء القراءة ويقول له in Alice's adventures in Wonderland مغامرات ألس في أرض العجائب is a famous children's story the قصة أطفال مشهورة Alice had a lot of adventures قدت كتير من المغامرات أو قامت بكتير من المغامرات in Wonderland في أرض العجائب شيمتها لطفة interesting characters هي قبلت كتير من الشخصيات المسيرة للاهتمام والمدهجة Wonderland was strange Wonderland أرض العجائب دي كانت غريبة but interesting لكن مدهشة أو مكان مدهش interesting place for Alice ده بالنسبة لألس Alice was a sensible brave and clever girl عندي هنا بيقول لي كمان بيكمل لي مواصفات ألس إن هي كانت clever ماهرة وشجاعة وحكيمة she met the white rabbit يبقى شي هنا يقصد بها مين يبقى شي هنا بيقصد بيها ألس هي قابلت the white rabbit الأرنب الأبيض that was always late اللي كان دايماً متأخر but ranfess لكن جرب سرعة the church was a funny animal ده كان حيوان ايه funny كان حيوان مضحك تشوف الصفحة اللي بعد كده بعد كده صفحة 74 بيقول هنا بيتكلم بقى بيكمل بيقول which helped اللي ساعد ألس to find different places إن هي تجد أماكن مختلفة and characters وكمان شخصيات مختلفة the queen of hearts ملكة القلوب was a scary person ده كان شخصي مخيف and she shouted at people وهي كانت دايماً بتصيح أو بتصرخ أو بتصاحد وصرخت في الناس but لكن ألس ما كانتش بتخاف منها at the end of the story وفن هيت القصة all the characters كل الشخصيات هل بتألس ساعدت ألس so لذلك she could go home again عشان كده هي قدرت ترجع ليه البيت مرة ايه مرة اخرى اول سؤال بيقول هنا the worst character عايز يسألني عن اسوأ شخصية مين هي أسوأ شخصية في الشخصيات اللي احنا أرناها في النص ده أو في الكتعة دي طبعاً أسوأ شخصية وهي مالكة القلوب the queen of hearts أسوأ شخصية هي كانت مالكة القلوب لأنها صاخت بصرخت وصاحت في الناس مالكة القلوب the underlying word shouted شاوتت بمعنى صاحة أو صرخة عايز يقول لي هنا بتسويها في المعنى مينز ده معنى said معنى قال قال إيه أو إن الحاجة دي تقالت لودلي لودلي يعني بصوت عالي إن حد بيصيخ ويصرخ في حد معناها إن هو إيه said لودلي يعني تكلم أو قال بصوت إيه بصوت عالي بيتكلم كده بصوت عالي the underlying pronoun she revered to الضمير she بيشير إيه إحنا قلنا بيشير إيه إلي أليس وبدأ يقول لي الصفات اللي فيها بعد كده الأسئلة المقالية what does this passage talk about القطعة اللي إحنا قرناها دي talk about talk about يعني تتحدث عن بتتكلم عن إيه القطعة اللي إحنا قرناها دي بتتكلم عن قصة مغامرات أليس في أرض العجيب بتكلمنا عن the story of قصة the story of قصة alice's adventures in wonderland alice's adventures in wonderland بتكلمنا عن قصة مغامرات أليس في أرض العجيب the story of alice's adventures in wonderland كامل لي هنا how did that churchure can help alice إزاي القطة تشيرشل ساعد أليس طبعا هو ساعدها إن هي تلاقي أماكن وشخصيات مختلفة هنقول هنا to find لكي تجد to find ساعدها إن هي تجد different places يعني إيه يعني إن هي تلاقي أماكن different مختلفة different places تلاقي أماكن مختلفة وكمان شخصيات and و characters شخصيات وكمان تلاقي شخصيات مختلفة why do you think alice was brave رأيك بقى إنت بتعتقد ليه alice دي كانت شجاعة إن هي ما كانتش بتخاف من مالكة القلوب هنقول هنا اللي why على طول بقوله because لأن بقوله بقى السبب because لأن هي لم تكن خائفة من مالكة القلوب but she wasn't frightened of هي ما كانتش خائفة من she هي اللي هي alice wasn't يعني لم تكن frightened of خائفة من frightened of هي لم تكن خائفة من the queen of heart مالكة القلوب the queen of hearts لم تكن خائفة من the queen of hearts ما كانتش خائفة من مالكة القلوب وهي دايما بتصح كده وبتصرخ في الناس نجل الاختيارات بيقول لي هنا سؤال رقم واحد يوجد كتير من اللبن في التلاجة طيب أنا عندي دلوقتي هاختار على أساس إن كلمة ملك اللبن من الأسماء التي لا تعد وتعامل معاملة المفرد يبقى are where مستبعدين وكمان رنت يبقى نختار هنا a is لإن هي تعامل معاملة المفرد don't put butter in the pan عايز أقوله لا تضع زبدة أكتر من اللازم في pan في الطاصة أو المقلاية butter اللي هي الزبدة وبان اللي هي الطاصة أو المقلاية يبقى لا تضع أكتر من اللازم أكتر من اللازم للكمية وهي too much ما تحط كمية كتيرة أكتر من اللازم من الزبدة في الطاصة أو المقلاية رقم 3 my family and I عائلتي وأنا went to the beach رحنا للشاطئ النقط a sand castle عايز يقول وعملنا قلعة رملية أو قلعة من الرمال عملنا قلعة رملية اسمها made a sand castle وقمنا بصنع قلعة رملية رقم 4 it's important to know at safe online important يعني هام بيقوله إنه هام أن تبقى آمنا عبر الانترنت طبقى آمنا عبر الانترنت يعني it's important to stay safe online طبقى آمنا عبر الانترنت رقم 5 it's cold الجو بارد you know at wear a jacket عايز يقوله المفروض أو يجيب أن ترتدي جاكت يبقى يشوض wear a jacket ما خدناش هاف لي لأن هاف عايزة والمصدر بيجي بعدها هاتو والإيه والمصدر يبقى يشوض ويرا جاكت ينبغي أن ترتدي الجاكت رقم 6 في الفصحة I play game بلعب الألعاب مع أصدقائي إن ذا بنلعب فين في الفصحة إن ذا بلاي جراون بنلعب في الملعب ده مكان لاب في الفصحة الجمال بتكون جدا يقدروا يعني يحمل يقدر من هما يحملوا 200 كيلو من الحقائب يبقى الجمال دي بتكون قوية جدا بعد كده عندنا صفحة 75 والسؤال رقم 8 في الاختيرات نادر has got has got بمعنى عنده أو لديه أو عنده كرسي بعجل أو كرسي متحرك نقطه can't walk virual لأنه ما بيقدرش يمشي ما بيقدرش يمشي ده السبب من اللي بيجي لي بعدها السببب طبعا بيكوز يعني لأنه لا يستطيع أن يمشي رقم 9 يوجد كتير من السنو من الجليد في جليد كتير عند موجود جليد كتير في أي فصل في السنة فصل الشتاء ولا الربيع ولا الصيف ولا الخريف طبعا في فصل الشتاء يوجد كتير من الجليد عند في فصل الشتاء الفلاحين أو المزارعين جات نقط بيحصلوا على إيه من الماعز من الماعز بيحصلوا على إيه طبعا ميت اللحوم بيحصلوا على اللحوم من الماعز بعد كده سؤالت صحيح الخطأ بيسأله هنا هو أنت بتحب الكراءة قال له هو أصلا كان سأل بدو في الإجابة نفس الحكاية يبقى أيوة أنا أحب نعم سارة ومونة دايما سعداء طيب الخطأ فين ما هو أنا عندي هنا دائما ظرف من ظروف التقرار بيجي لي بعد يبقى هبدل بدل always are هتيبقى are always بيكونوا دايما سعداء يبقى are الأول verb وبعد كده ظرف التقرار always are always يعني بيكونوا دايما سعداء رقم ثلاثة هي able to run fast able to يعني قادر على قادر على الجاري بسرعة إنه دايما بيقدر إنه يجري بسرعة بيقدر يجري بسرعة able to بعدها بيجي لي الفعل في المصدر برجع الفعل لمصدر هيبقى run يقدر إنه هو يجري بسرعة where did you spent your holiday وين يعني أين أين تقضي الأجازة بتاعتك نشوف كده ترتيب السؤال في الماضي البسيط رقم واحد كلمة الاستفهام اتنين الفعل المساعد بتاعدد رقم ثلاثة الفاعل رقم أربعة لابد أن يأتي الفعل في المصدر spend من الأفعال الغير منتظمة يبقى هنا نجيب المصدر منه وهو spend يعني يقضي أين تقضي أين تقضي أجازتك شوف كده سؤال خاص برايتنج your favorite food طعامك المفضل وده إن شاء الله هتلاقوه موجود على القناة مقدمه لكم من ضمن أهم باراجرافات هامة ومتوقعة لمنهج الصف الأول الإعدادي الترميل الأول طعامك المفضل your favorite food